نزوح تلو النزوح ثم عرقلة يسببها انعدام الموارد المالية لنقل الخيام وتجنب مواجهة مباشرة مع الموت هذا هو حال النازحين في مواصي رفح التي يدعي الاحتلال أنها آمنة ثم يتوغلها بالرصاص المزيد في تقرير مراسلنا غازي العلول هذه المنطقة هي منطقة المنتزل الإقليمي أو ما يعرف بالمنطقة الفاصلة ما بين خان يونس ومدينة رفح التي تجري فيها عملية عسكرية برية مستمرة منذ نحو شهرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي دفع المواطنين الفلسطينيين النازحين للتوجه إلى هذه المنطقة فيما تعرف بمنطقة مواصي رفح وخان يونس وهي المنطقة الآمنة التي ادعى وقال كثيرا إنها المنطقة الإنسانية الآمنة ولكن فجأة وبين ليلة وضحاها توغلت ألية الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة أطلقت الرصاص من المروحيات من طائرات الكواد كابتر ووصلت ألية الاحتلال إلى هذه التبة العالية واستهدفت المواطنين الفلسطينيين ما دفعهم للنزوح والخروج من هذه المنطقة وأخذ خيامهم وترك متعلقاتهم الشخصية في هذه المنطقة وخرجوا هرعوا خوفا من رصاص الاحتلال والله أنا عندي لحد فكر ما في منطق آمنة في خان يونس ولا في رفح ولا في انصارات لحد صبح نحن كنت رأى انصارات ما مش قادة أدبر فلوس تمام أنا شايف وراك كل الخيام رحلت وخرجت أنت ليش متأخر؟ قلت فلوس والحمد لله رب العالمين وبدأ قربع حال أن أقلل فلوس وهي الراجل يعني بده فلوس وانت شايف الوضع اللي احنا فيه حاليا نازحين من الشيخ رغوان والشيخ رغوان هي رابع نزح أنزح من رفح لخان يونس من خان يونس درجة على المواصل والحمد لله كيف كان بتوصف للوضع لما كان فيه إطلاق نار قذائف بتنزل؟ أنا طبعا ربنا اللي بيسلم الكل أنا هاي تاني من ربنا سلمنا يعني أمبارح قدير في نزلت عن نهان والحمد لله وأول أمبارح اللي شوفي عياني في الخيم ولا فلش في الخيم أنا كنت برة واللي صار مصابين والشهداء حولي وأطفال مصابين وطبعا وصلنا لفش فرش واطلاق نار علينا والحمد لله رب العالمين طبيعة الحال الفلسطينيون الذين نزحوا من شمالي القطاع إلى جنوبه يعانون الأمرين في توفير السيولة المالية التي من شانها أن تساعدهم في نقل أمتعتهم ونقل كذلك خيامهم التي نصبوها في أكثر من مكان هروبا من الموت الذي يخلفه لإحلال إسرائيلي جراء استمرار عمليته العسكرية البرية في كل المناطق في قطاع غزة بدءا من شمالي القطاع إلى جنوبه بطبيعة الحال عملية النزح مستمرة لا تتوقف بالنسبة لألاف الفلسطينيين الذين خرجوا هرعا من رصاص الاحتلال وقذائفه طائرات الكواد كابتر المروحيات حتى الزوارق البحرية في أرض البحر كانت تطلق رصاصها مع الدبابات وكذلك القذائف في هذه المناطق الإنسانية التي يقول جيش الاحتلال إنها إنسانية وآمنة ودفع الفلسطينيين للذهاب إليها غازي العلول من المنتزى الإقليمي أو منطقة الشاكوش رويا